تتوصل لليوم الثاني منافسات بطولة العالم للتجديف داخل الصلاة المغلقة الأرجوميتر أونلاين بمشاركة المنتخب المصري ضمن 29 دولة وخلال منافسات اليوم الأول من البطولة استطاع لعب مصر حصد سلاسة ميداليات ذهبية وميدالية برونزية لليوم الثاني على التوالي تقام منافسات بطولة العالم للتجديف داخل الصلاة المغلقة الأرجوميتر أونلاين حيث يشارك بها المنتخب المصري ضمن 29 دولة بتوصيل أجهزة التجديف الأرضي عن طريق الإنترنت مع الاتحاد الدولي للتجديف بسويسرا وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا للعام الثالث السنة دي فيه مشارك فيها 29 دولة والحمد لله كان بيقى فيه تصفيات قبليها في أفريقيا يعني كل قارة بيتم تصفيات لعدد منها عن طريق قارة أفريقيا إحنا تم تأهيل 22 لعب من المنتخب اللي هي المصري بيشاركوا اللي هو النهاردة في هذه البطولة إن بارح الحمد لله حققنا نتائج كويسة قوي 3 مدليات ذهب ومدالية برونز واللعيبة بصراحة يعني حققوا نتائج فوق كمان كان المطلوب منهم النهاردة إن شاء الله يبقى فيه سباقات للألفين متر وإن شاء الله يعني بقى عنده حسن الظن ونددى نحقق برضو نتائج زي الحالانان بارح هي بطولة العالم للتأديف الأرضي على الأجهزة اسمها أجهزة الأرجوميتر يعني وهي دي مش أول سنة لها دي ثالث سنة لها يعني مستمرة بس إحنا بس إحنا إن شاء الله الحمد لله السنة دي حققنا مراكز أفضل من السنة اللي فاتت 22 لعبا مصريا يشاركون بهذه المنافسات وهو العدد الأكبر في القارة الإفريقية حيث استطاع اللاعبون حصاد ثلاث ميدليات ذهبية وواحدة برونزية باليوم الأول ومن بين المسابقات التي يشارك بها المنتخب المصري هي 500 متر رجال تحت 19 عام 2000 متر رجال ثلاث دقائق رجال و2000 متر خفيف الوزن سيدات البطولة كنا بنحضر لها من فترة من فترة مش كتير قوي عشان إحنا كان عندنا بطولات تانية منفكر فيها مياه عشان بطولات العالم كده مياه هي البطولة قوية جدا وكان معنا دولة مشتئلة بس الحمد لله احنا كنا معرفين يعني واسقين من ربنا احنا نجيب أول سنقدر تقول ان هي فرصة كويسة جدا ان اي حد يقدر يشارك لان انت لو عندك جهاز ارجمي الجهاز تقديف أرضي وانترنت اعتقد معظم الناس عندها ده تقدر تشارك في البطولة مش شرط انك تسافر لحد المدينة او الدولة المنظمة للبطولة اللاعبة كلها يعني بتحاول انها يعني كل واحد بيحاول يعمل احسن حاجة عنده اللي بيجيب حاجة بيجيب حاجة لا بيجيبش حاجة بيبقى حسن مستوي منافسات قوية بين كافة اللاعبين بيحاول من خلالها لاعب المنتخب المصري تحقيق على النتائج واقتناص الميدليات في ظل دعم كبير توجه الدولة لابنائها الرياضيين وتوفير كافة الاحتياجات سالي سلمة التلفزيون المصري